انا قلت لكم تعالوا نرجع على 8 سنين من تعزيز مشاركة المرأة المصرية ويمكن ده اللي هنتكلم فيه شوية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة كما جرت العادة مركز الاعلامي تابع لمجلس الوزراء بيتحفنا بيزبطنا بيدلنا فعملنا جزء من سلسلة اين كنا او حلقة جديدة يعني لو صح الكلام اين كنا وكيف اصبحنا تقرير معلوماتي على حقوق ومكتسبات المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة ازاي الجمهورية الجديدة وضعت اساس التمكين الحقيقي للمرأة المصرية بما يليق بقدرتها وتضحيتها وحدش يحطيلي الحاجات دي هنا طب كده هنبص عليها حتى عبت من النظرات خلاص اه ايوا كده ماشا عمر ماشا حبيب تخلص بس الحلقة بص يا سيدي على سبيل المثال تعال نشوف السريع كده التغيير الايجابي في النظرة الدولية لملف تمكين المرأة المصرية الخارجية الامريكية كانوا بيقولوا علينا ان من اهم مشكلات حقوق الانسان الحالية في مصر هي التهديد ضد المرأة وازيادة حالات التحرش والاعتداء دون مقاضاة للمرتكبين او فرض حماية للنساء وصلنا الى انه مستشارة الرئيس الامريكي السابقة ايفانكا ترامب اشادت بجهود القيادة المصرية ومبادرت فخامة الرئيس لترسيخ ثقافة المساواة والتمكين وعدم التمييز بل والدعم الكبير للمرأة واللي انعكس فعليا على ارض الواقعة وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكين يمكن حتى ده كان في اخر مرة عندنا هنا في القاهرة نرحب ترحيبا حارا باطلاق مصر الاستراتيجية وطنية لحقوق الانسان ونعمل سويا لتحقيق تقدم في العديد من الاهداف الاخرى الناس دي كانت زمان وتحديدا برنامج الامم المتحدة الانمائي يو ان دي بي كان بيقول يتعين تعديل دور المرأة الحالي خصوصا في المجال العام حيث ان غياب المرأة عن هذه الساحة ملحوظ بشكل كبير ويوجد تدني في مستويات مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل وضعف مشاركة النساء في الحياة العامة وفي السياسة وهناك تهميش وتقويض لحقوق المرأة في دستور ايه بقى دستور الاخوان 2012 اقو اقو طيب وصلنا الفين وصلنا الى انه الممثل المقيم السابق لبرنامج الامم المتحدة الانمائي رند ابو الحسن قالت اود ان اشكر القيادة المصرية على الدعم القوي والمستمر لتمكين المرأة المصرية في المشاركة على قدم المساواة في جميع مجالات السياسة والاقتصاد والمجالات الاجتماعية وتعزيز سبل حمايتها من المخاطر سواء كانت بالختان او التحرش او التعدي على حقوقها طيب والمنسقة المقيمة للامم المتحدة في مصر الان الينا بانوظا قالت ايه خلال العشر السنين اللي فاتوا هناك العديد من الانجازات واللي بنسمع عنها ولكن الاقرب الى قلبي الخطوات المهمة في مجال تمكين المرأة الاصلاحات التشريعية الاخيرة والتدابير الهدفة لزيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع قرار تستحق الاشادة والتقدير انتو شفتو كنا فين وبقينا فين ينهر ابيض اخدلكو ايه طيب عايزين تكمنوا في موضوع التغيير الايجابي في النظرة الدولية والعايزين تشوفوا المؤشرات الدولية تعال ناخد صفحة 3 المؤشرات الدولية حلو لانا لو عدت سردتلكو فيه التغيير الايجابي فيه النظرة الدولية وشهادات المؤسسات والشخصيات الدولية العامة يعني لن اتوقف بصراحة تعال ناخد كده بسرعة تحسن نقاط مصر في مؤشر الفجوة ما بين الجنسين احنا بمتكلم عن الوردز ايوه هو ده صفحة 3 بصة سي 2014 احنا كان عندنا صفر فاصل ستين بقينا صفر لأ صفر اه فاصل ستين اربعتاشر ده احنا هنا بنتكلم على الفجوة اخد بالك يعني لكل ما الرقم هيزيد كل ما احنا بنبقى كده بقينا صفر فاصل تلاتة وستين نقطة في اتنين وعشرين طيب عندنا كده كم مركز حصل فيهم تقدم احنا كنا في المركز 131 في عدم المساواة بقينا 109 يعني 22 مركز طيب تعال نشوف التمكين السياسي للمرأة احنا كنا في المركز 134 بقينا 78 يعني تقدمنا 56 مركز طيب تعال نشوف زيادة نسبة المقاعد اللي بتشغلها النساء في مجلس النواب كانوا بيشغلوا تقريبا 15% لحد 2017 في برلمان 21 بقوا 27.5% طيب ده حلو جدا طيب تعال نشوف تقدم مصر في مؤشر الشمول المالي للسيدات فوق 15 سنة زدنا 17.8 نقطة المعدل بتاعنا احنا كنا 9.2 من 10 في المية بقينا 27 في المية تقدم مصر في المؤشر الخاص بريادة الاعمال تاني ده بالنسبة للمرأة 25 نقطة تقدمناهم احنا كنا 75 بقينا 100 نقطة بيقولوا ايه بيقولوا انه استمرت مصر في الحصول على اعلى نقطة 100% في المؤشر الخاص بمدى فاعلية القوانين المتعلقة بمعاشات المرأة عام 2030 30 طيب تعالي ناخد كمان صفحة اللي بعدها صفحة 4 ده صفحة حلوة جدا ايه هيد صفحة 4 ماشي الولد ايكيناميك فورم بردو بيقولوا ست مراكز تقدمتها مصر في مؤشر المساواة ما بين الجنسين في التحصيل العلمي احنا كنا مركزنا 109 سنة 2014 بقينا مركزنا 103 طب وتقدم مصر في مؤشر المرأة والسلام والأمن كنا في المركز 138 بقينا في المركز 136 تعالي نشوف UNDP بيشوفوا ازاي حصلت زيادة نسبة الاناث السيدات الفتيات الحصلات على جزء من التعليم الثانوي على الاقل في الفئة العمرية 25 سنة وانت طالع كانت نسبة الاناث تقريبا 44% فقط وصلنا سنة 21 انا لسه ما كلمتكش على 22 ولسه 23 ما خلصتش بقينا 81 وستة من عشرة حلو طيب وفيات الامهات كان عندنا تقريبا حوالي لكل 100 ألف ولادة كان عندنا 45 حالة وفاة نزلنا بالرقم 37 طيب تعالي نشوف لتشايلد فوند بيقولوا ايه تشايلد فوند بيقولوا ان احنا عندنا 11 مركز تم تقدمهم في مصر بمؤشر وي وولد كنا في المركز 114 بقينا في المركز 103 عايزين ناخد في معدل بطالة برضو والله وخمسة كمان معلش الدول يرقم خمسة هقولها في السريع والله بصوا يا سيد صفحة خمسة بنتكلم على الحقوق الاقتصادية للمرأة ودي مهم مقاوي بالمناسبة خمسة ونص نقطة مقاوية انخفاض معدل البطالة لدى الانان احنا كان معدل البطالة لدى الاناث عندنا 24% و18 ده كنا في 2014 سنة 22 بقينا 19 و13 فانخفضنا 5.5% طيب تعالنا نشوف زيادة الاناث العاملات بالقطاع العام نسبتهم كانت قد ايه لحد سنة 2014 كانوا 37.5% قفزنا 7 نقطة مقاوية بقينا 44.5% طيب والستات اللي عندهم حسابات ومعاملات مالية معتمدة رسمية زادوا قد ايه ايه هو الرقم الكبير الضخم جدا اللي قدامك ده 191.5% كانوا خمسة وتسعة مليون سيدة فقط في مصر بقوا 17 مليون وانتين الف سيدة تكافؤ فرص حصول على مشروعات وتصبح مصر الدولة الاولى في افريقيا والشرق الاوسط اللي عندها خطة عمل مسرع اعمال سد الفجوة ما بين الجنسين هنا تقدر تشوف مصر تقريبا من اللي انا بقولولك ده مصر عملت ايه علشان تمكين المرأة المصرية تعالوا نشوف صفحة سبعة بالمناسبة عشان حياة كريمة عايز اوريلك ايه اللي حصل من خلال حياة كريمة ابرز انشط التمكين المرأة من خلال مبادرة حياة كريمة من اغسطس 2021 لحد ديسمبر 2022 برنامج الادخار والاقراض الرقمي اسمه تحويشا طب الغرض ايه الغرض انه يبقى فيه فرص عمل لعدد 973 ميسرة مالية ومشرفات من المحافظات ومشرفات ميدانيات طيب قدرنا نكون كم مجموعة الدخارية 5408 مجموعة الدخارية طب يعني هم كم ستة يا يوسف هم 118 الف سيدة طيب فيه برامج اسمها برامج الاقبال على الزواج احنا عاوزين نفهم الناس او الفتيات احنا لما بيجو يجوزوا لازم يبقوا فاهمين يبقى فيه توعية الى اخير وعندنا خمس دورات اتعاملوا الفتيات باجمال 650 فتاة مستفيدة اولى مبادرات المقبلين على الزواج من الجنسين استفاد منها 60 زوج وزوجة فأسوار طب ما تيجو نشوف الانتاج ووحدات التدريب الانتاجي 30 وحدة تدريب انتاجي تم توفرهم في مقار وفروع المجالس والوحدات المحلية عملنا كم فرصة تدريب 3779 فرصة تدريب انتاج حرافي طيب مش لما نعمل تدريب لازم نسقف الناس ماليا ونعرفهم يعني ايه ريادة اعمال فتعملت 1819 دورة استفادت منها 75 الف سيدة حلو طيب عندنا كمان 4278 دورة تدريبية في مسألة ريادة الاعمال بالتحديد استفادت منهم قد ايه 102 الف سيدة حصل بقى تعاون مع البنوك لتقديم الخدمات البنكية فتم اصدار 45 الف كارت ميزة كام 2024 24 قرض متناهي الصغر من بنك مصر والبنك الزراعي وبنك الاسكان والتعمير وبنك صعيب بقيمة مولية 25 مليون و 600 الف جنيه مصري وتم تفعيل 3530 محفظة الكترونية دي خبر ابيض تعالوا نشوف الصفحة اللي بعدها اللي اعلان من راتبانية حلوة برضو الصفحة دي تعالوا نشوف اسس التمكين الحقيقي للمرأة المصرية بس ازاي بالليليء بقدراتها وتضحيتها ومكانتها المرأة في المجالس التشريعية 2012 اللهم قاتل للإخوان تسع مقاعد دي نظرتهم للمرأة تسع مقاعد في 22 165 مقاعد ده في النواب والله ما لقين ما كان نعود زيادة تمثيل للمرأة في مجلس الشيوخ 2012 كانوا 12 كرسي سنة 22 بقوا واحد واربعين مقعد للمرأة في مجلس الشيوخ تعالوا نشوف السلك القضائي 2133 قاضية في 2012 زدنا بقينا 3,15 قاضية في 22 طب ده هنا نروح بقى على القاضيات في المحاكم كنا 42 قاضية في 2012 بقى عندنا 137 قاضية وتم تعيين أول سيدة في منصب نائب محافظ البنك المركزي وتعيين أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي عندنا في 2012 اتنين وزيرات اتنين وعشرين ست وزيرات يعني ثلاث أضعاف أنا مش هطول عليكم قوي علشان الوقت عمال بيجري يا بينا لكن اللي أقدر أقولهولك لا شيء يقارن ولا يضاقي الحقائق والأرقام اللي يقولك حاجة قوله أنا عايز يشوف الأرقام ورين الأرقام ورين الأرقام